خليني أبدأ معك كابتن بالمنتخب وانت شايف اللي بيحصل فيما يخص أمور منتخب مصر ازاي في ظل هذه التصريحات اللي أنا شايفها بالنسبة لي أنا يعني شوف انت رأيك في هذا الأمر بالنسبة لي هذه التصريحات كان من الممكن أن تكون أفضل من كده ويكون إذا كان التنسيق أفضل من كده كمان يعني بص طبعا نحن لو كذلك أنا برضو عرفنا دلوقتي منذ قليل أحد المصادر هو بيتكلم معي قال لي الأستاذ حد من اتحاد كرة القدم مش هقول مين حد من اتحاد كرة القدم وهو لما سمع اللي إحنا بنتكلم فيه قال إن عندنا مشاكل إدارية بالفعل وإن خلال الفترة القادمة هيحدث هتحدث إن شاء الله إن شاء الله أتمنى لأنه في النهاية لو مثل هذه الأمور حصلت يا كابتن هتبقى عندنا محدش بيسكت على الغلط محدش بيقف على الخطأ أعتقد يعني فاللي عايزة أقوله إن شاء الله في نهاية هذا الأمر اللي إحنا بنتكلم فيه ده كله لمصلحة منتخب مصر وليس عمرنا ما كنا النادي الأهلي يتحطف في مكانة مع منتخب مصر أو في كلمة مع منتخب مصر أو في مزايدة مع منتخب مصر بالعكس ده النادي الأهلي يعني من وإحنا كنا لعبين بصراحة كان دايما النادي الأهلي بياخد دور إيجابي جدا ودور يعني عايزة أقول بيفضل مصلحة المنتخب على المصلحة الشخصية ولكن بمعايير وبدراسات وعايزة أقول بمنطقية صح فإحنا لو رجعنا إسلام أنا مش عايزة طبعا أنا ابن النادي الأهلي ومش هطلع في قناة الأهلي لأن إحنا أساسا مصريين وإحنا لعبنا منتخب مصر ومثلنا منتخب مصر ولعبنا وتحاملنا على نفسنا وإصابات وكل ده عشان منتخب مصر لكن إحنا مش طلعين هنزايد عن منتخب مصر ولا نزايد على مصلحة المنتخب لكن أنا عايز أقول إيه بكلام نقط كده بحكم أن أنا راجل فني وراجل مدرب وراجل عندي المؤتمرات الصحفية اللي بعملها قبل المباراة وبعد المباراة ودي بتلعب دور كبير جدا في تحديد شخصية المدرب فأنا أمام ثلاث نقط أو أربع نقط بالضبط هكلمك فيهم أول حاجة مش عايزين ننسى دور النادي الأهلي في أنه راح كاس عالم الأندية بعد أخطاء حصلت ما بين الفيفا والاتحاد الأفريقي في كاس الأمم الأخيرة وأن الأهلي راح لعب بطولة عالمية بدون تمن لعبين أساسيين يعني تقريبا بتكلم على أكتر من نص فريق ورغم ذلك الأهلي برئاسة كتابة محمود الخطيب وإمكان أنت في الإنترو جبت كلمة كتابة الخطيب إن إحنا قدمنا مصلحة المنتخب وفضلنا مصلحة المنتخب بحكم أن إحنا مصريين هو هنا ما فيش تفضل ولا حاجة ده هو ده الطبيعي بالنسبة وأنا شايف أنه كان موقف قوي جدا والأهلي صنع صنع بص بقى هنا هنا المهم جدا عشان أنت كنت بتتكلم في حتة مهمة جدا الأهلي مداش العذر للاعبته ولفرقته لما راح على يلعب كاس عالم الأندية مداش العذر قال للأهلي بمن حضر وراح لعيبة أنا فاكر كان فيه لعيبة يعني مش راكر الأسماء لكن كان فيه حوالي أربع خمس لعيبة كانوا أول مرة يلعبوا في الفريق الأول بلعبوا في كاس عالم الأندية صح دي حاجة مش سهلة خالب برزق آه يعني أنت أول اشتراك ليك مع الفريق الأول في المباررة رسمية بتلعب كاس عالم الأندية آه فدي طبعا ننتصلش خالب مش سهلة يعني على الأهلي في الدوري أو مباررة صح خفيف في كاس مصر ولازق ولكن الأهلي فضل مصلحة المنتخب فإحنا مش طالعين عشان نقول أهلي ومنتخب الأهلي لروفيتوريا ومدير فني قدير وكلنا بنحترم ومنقدره وكلنا وراي حقق الحلم بتاعنا إحنا كمصريين لكن أنا ضد أن أطلع أختزل النتيجة في أن أنا أخسر تلاتة بسبب غياب رباع الأهلي أو سلاسي أو حتى لو ست العيبة المنتخب مصر مع احترامي شوف إحنا بنقول أن إحنا الأهلي بيدعم المنتخب الزمالك بيدعم المنتخب يمكن أكثر نديين مع المحترفين هم اللي بيقودوا أو هم يعني العصب والعمود الفقر بتاع المنتخب لكن في نفس الوقت لما يغيب مني أربع لعيبة ده مش معناه أن أنا لما لعب مباراوة دية أنا وارد أخسر طبعا أنا بعمل مباراوة دية عشان أشوف أنا فين أخطائي فين المباراوة دية دي عاملها مع منتخب قوي ولكن أنا في بداية موسم أنا لعبتي كلها اللي موجودين باستثناء صلاح ومرموش محدش لعب مباراوة رسمية ومصطفى محمد طبعا إلا اللعيبة اللي محترفة في أوروبا هم اللي بدأوا الدوريات بتاعيتهم لعبة حوالي مطشن ثلاثة الباقيين كلهم لسه ملعبوش مطشن رسمية تتكلم من وراء بقش إنه أبو جبل ومرورا وإنت ماشي فاللي أنا عايز أقوله إن أنا كنت ممكن أخذ المباراة دي في المؤتمر الصحف اللي عملته بعد المباراة إن أنا سعيد أو زعلان آمن نتيجة لكن أنا مبسوط إن أنا شفت لعيبة جديدة جربت لعيبة في مراكز مختلفة بحاوله أجد رقم واحد ورقم اتنين على فكرة عمر كمال عبدالوح كان مكان محمد هاني ولعيب كويس جدا ومن اللعيبة كويسة جدا ولعب قبل كده مع كروش وكان ليه دور كبير جدا وجاب جون هايل ولعب مباراة كويسة يعني أنا أطلع بالإيجابيات فهم قصبي وفي نفس الوقت كمان ما أختزلش الموضوع في إن 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 أنا غياب أربع لعيبة ليه لأن أنا وارد جدا ممكن قبل بيوتورة ممكن قبل مباراة رسمية أفقد لعب مين أقوى لعب عندنا صلاح ممكن نقدر الله يكون بيلعب مع ليفر بول ويحصل أي إصابة واحد يخبطه بعد الشرع عنه بعد الشرع عنه طبعا ربنا يحميه لكن وارد إن أنا ممكن أفقد أي فهل إحنا هنختزل بلد 120 مليون نهاردة ولا منتخب بلد عظيم زي مصر فيه أربع لعبين أو خمس لعبين مع احترامي الشناوي مروان محمد عبد منعم محمد هاني شو بغيرهم أنا لازم أحضر بدايل لازم كل مركز يبقى فيه واحد واثنين وثلاثة ويبقوا على نفس المستوى بيتنافسه ليه عشان أنا مثلا السنغال وارد سادي ومانهم يتصاب يحصل حاجة أي العيبة إحنا لعيبة كورة ممكن في التميق خفيفة لقبل المباراة ويحصل إصابة فيغيب عني دي النقطة التانية النقطة التالتة وطبعا دي برضو حاجة أنا شايفها ما ينفعش أطلع أو يتقال إن الأجواء في منتخب مصر أجواء مش إيجابية لإني حازم طول عمره كلاعب زميل كان من لعب الملتزمة جدا ولعب موهوب جدا وحازم من اللعيبة الأيكونة في الجيل بتاعنا وعارف كويس قوي لأنه تربية الكابتن جوهري فهو عارف كويس قوي إزاي تقفل على المنتخب وإزاي لما أحب أفتح شوية الدنيا أفتحها إزاي لما أحب أقفل وتبقى يعني الموضوع فيه جدية وفيه صرامة وفيه تركيز وفيه 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 فحطة أجواء هي دي يعني أنا كمدير الفني اللي بفرضها على الفريق صح لو أنا عايز أخف الدنيا شوية ولا عايز أربط عايز تربط أو ممكن أربط مدير الفني هو الترمومتر الموضوع أنت لو عايز اللعيبة تضحك تعال أضحك الصبح وكله هيدحك ما أنت عارف الدنيا إيه فاكر مع مستر مانول أنا اشتغلت معهم ساعة عارف لو عايز كله يكشر وكله يتنشن يخلي لك الدنيا كلها في ثانية في ثانية منه هو فهو الترمومتر بتاع الموضوع لكن أنا في النهاية بقول أن منتخب تونس لعب التجربة بأكثر تركيز وأكثر جدية وده بين من تصرحات المدرب بتاعهم قدري قدري جاء قال أنا بيحترم منتخب مصر وكتور مركز وعمل أدوار ومحمد صلاح وزيقفل عمحمد صلاح لما يغير بالطريقة لعبه كمان يا كابتن اللي قفل كويس قفل ده لما جابت جنين مفيش هجمة جات على تونس صح العشر لعيبة بلعبه في 30 متر من بعد الدائرة من بعد التمطنس ده بيلعب نموذج لللو بلوك عشان يستغل السرعات بتاعته ويطلع وفي نفس الوقت طب ما استغلتشي أنا 2-0 وخليني ماشي معك للمباراة خدت من اللي أنا عايزهم المباراة نتيجة إحنا دخلنا المباراة اللي استعداد النفسي مش موجود وده اللي بيؤكد فعلا الكلام اللي قاله حازم واللي قاله الراجل استغلت تمين ما أنا بقول لك بس الكلام اللي قاله مصبوط لأن الانطباع أول على الرابع ساعة إيه 1-0 2-0 الراجل نازل أهزر يعني يحساب له أنا عجبني الراجل وقف المباراة أبو جبل تعالج رح عامل تعديل في التشكيل نقل بيكهم وظبط الدنيا ولعب بتلاتة وخلى مرموش وينج باك ناحية الشمال يلعب اتنين في النص حمدي فتحي وطريح حامل يعني زبط الدنيا بسرعة دي تحساب له بصراحة لكن أنا بقول أن الأجواب اتخطفنا من الأول نتيجة اللي هم قالوا أنه ما كانش فيه تركيز ليه؟ أنا ركز والمباراة دي تبقى حافظ كويس قوي اللي اكتشافه وجوه جديدة كلنا شفنا كيروش لما خد البطولة العربية كم لعب كان أول مرة يلعب في المنتخب 8 منهم أمر كمال يعني أمر كمال كان أول تمثيل دولي ليه صحيح في البطولة دي أفرزت لنا عن لعبين محمد عب منام محمد عب منام وطلعت لنا وجوه جديدة طلع إحنا كنا بنتفرق سعادة وفرقين وهو ده دور المنتخب كانت أن أنا مش دور المنتخب أشوف لعبة جديدة ولكن أنا عندي القماشة كبيرة جدا أنا أدر أختار منه إلي أنا أعايزه أنا أدر أقول محمد يوسف تعالي أدر أقول إسلام تعالي إلي أنا أعايزه أنا أختار من 18 فريق بالإضافة للمحترفين